موسيقى لقد بدأ الحفل منذ أربعين دقيقة وكان هناك الكثير من الناس في القاعة كانت مكتظة وكنا نستمع إلى أغنية سمعنا دويا وسمعنا صرخات وعندما اتفتت رأيت رجالا يحيون بنادق كاشنكوف ويشيهونها نحونا كانوا يتلقون النار علينا وكانت وجوه مكشوفة الرجل الذي رأيته كان يردت ملابس سوداء وكان يبدو شابا ربما في العشرينات قرر الجميع الإبطاح على الأرض وأعتقد أن هذا كان رد تفعلي طبيعي في وضع كهذا كان هناك شخص أو اثنان فوقي وقد أنقذ ذلك حياتي انتظرناهم حتى يعيدوا تلقيم أسلحتهم ثم هربنا إلى غرفة الدعم التقني التي كانت تقع على يمين ذكحي في العتمة كان هناك عشرة أشخاص في الغرفة مذعورين ولم يكن هناك مخرج لنا لنهرب لقد انتقلنا من فخ إلى آخر ربما أقل خطر وتواصل اطلاقه النار ولم يفهم أحد ما كان يجري وعندما أعادوا تلقيم أسلحتهم قررنا الهرب لأن الطرف الآخر من القاعة كان المكان الوحيد الذي يمكننا من الهرب إلى الشارع التفت تلقائيا عندما كنت أقف وسط الركحة ورأيت هؤلاء الرجال يواصلون اطلاق النار ويقتلون الناس بدم بارد ويشاهدوننا ونحن نهرب وفي تلك اللحظة رأيت فتاة تجلس على الركح وكانت مصابة إصابات بليغة بعد أن تلقت رصاصتين كانت تنزف بشدة وكانت تفقد الوعي حملتها على كتفي وهربت إلى الشارع